فيلمنا النهاردة بيبدأ في الكتب الشمالي وبنشوف معمل سري واللي بيظهر فيه اتنين من العمال وهم بيلعبوا وفجأة بيلحظوا العمال العملات المعدنية بتاعتهم اللي بتبدأ انها تطير في السماء وساعتها بياخدوا بالهم من وجود مغناطيس ضخم جداً فوقهم واللي بيقدر انه يسحب كل المعدن اللي موجودة في المكان وبيكون المغناطيس ده قوي جداً لدرجة انه بيسحب المعمل بالكامل وبياخدوا وبيمشي وبعد كده بنروح لوكالة مكافحة الأشرار وبنشوف رئيس الوكالة وهو بيقول انهم بعد أسابيع من البحث ما قدروش انهم يوصلوا لمكان المعمل وبيطلب من عميلة اسمها لوسي انها تجيب له شخص معين وبنروح بعدها لجرو اللي بيبقى بيحضر لحفلة عيد ميلاد أجنس وبيتنكر في شكل أميرة سحرية علشان يعمل لها مفاجأة هي والأطفال وساعتها بتروح لوحدة من جيرانه علشان تعرفوا على صاحبتها لكن جرو بيرفض وبيضربها ببخاخ المية وبعد ما الحفلة بتخلص بتروح العميلة لوسي لجرو وبتطلب منه يروح معاها لوكالة مكافحة الأشرار لكن جرو بيرفض وبيطلع مسدسة وبيحاول انه يجمدها لكن لوسي بتقدر انها تمنعه بمسدس النار بتاعها وبتستخدم أحمر الروج بتاعها وبتكهربه وبتاخده في شنطة العربية وبتمشي وبيكون في اتنين من المليونز شايفين اللي حصلوا بيبدأوا انهم يطردوا العربية لكن وقتها بتشوفهم لوسي وبتوقف العربية وبتاخدهم معاها بعد ما بتكهربهم هم كمان وبعدها بتنزل لوسي بالعربية في المية وبتحولها الغواصة وبتاخد جرو والمينيونز اللي مقر منظمة مكافحة الأشرار اللي بتكون عبارة عن غواصة ضخمة جدا وهناك بتبدأ لوسي تخرج جرو من شنطة العربية علشان يقابل رئيس المنظمة اللي بيعرفوا على نفسه على المنظمة وبيقولوا انهم منظمة مكافحة الجرائم الخطيرة جدا زي اختفاء الهرم وسرقة الامر وبيكمل رئيس المنظمة كلامه بيقول جرو انهم جابوه هنا علشان يساعدهم في ايجاد المجرم اللي سرق المعمل السري اللي كان في القطب الشمالي وبتبدأ لوسي تشرح لجرو عن المعمل ده وبتقوله ان العلماء اللي كانوا في المعمل ده كانوا شغالين على مصل بيحول اي كائن لوحش عدواني خطير جدا غير قابل للتدمير وبيكمل رئيس المنظمة وبيقول جرو ان بسبب الاشعاع اللي بيخرج من المصل قدروا انهم يحددوا مكانه واللي بيكون في مول تجاري وانهم كمان شكين ان المصل ده موجود مع واحد من اصحاب المحلات وبيطلب رئيس المنظمة من جرو انه يروح المول وهو متخفي وانه بخبرته القديمة في الشر اكيد هيقدر يعرف مين هو المجرم لكن جرو بيرفض وبيقوله انه هو قبل ثلاث بنات ايتام وكمان رجل اعمال شريف عنده مصنع لصناعة المربة وبياخد المينيونز وبيسيبهم وبيمشي وبيروح جرو بعدها للمعمل بتاعه وهناك بنشوف المينيونز وهم شغالين في صنع المربة وبيروح جرو ويقابل صديقه دكتور نيفاريو المسؤول عن صنع نكهة المربة ولما جرو بيدوق المربة هو والمينيون ما بيعجبهمش طعمها وده بيخلي دكتور نيفاريو يقول لجرو انه هو حابب يرجع للاجرام من تاني لانه كان كل حلمه انه يبقى اخطر عالم شرير في العالم وانه هيتطر يمشي علشان لاقى شغل في مكان تاني هيقدر من خلاله انه يحقق هدفه فبيحزن جرو جدا وبيجمع المينيونز علشان يعملوا احتفال لدكتور نيفاريو بيودعوه كلهم وهو ماشي وبسبب اللي حصل ده بيروح جرو لبناته اديث واجنس ومرجو بيقول لهم انه هو قرر ينضم لمنظمة مكافحة الاشرار علشان ينقذ العالم فبتفرح البنات جدا لما بيسمعوا الخبر ده وبعدها بيروح جرو ومعا تلاتة من المينيونز للمول التجاري علشان يعرفوا مين المجرم اللي سرق المصل وهناك بيقابل جرو العميلة لوسي اللي بتقوله ان المنظمة عينوها كمساعدة ليه وبيكون جرو رافض الفكرة لكن لوسي بتقدر بعدها انها تقنعه وبيبدأوا هما الاتنين تنفيذ مهمتهم وبيرقبوا كل اصحاب المحلات علشان يعرفوا مين فيهم المجرم اللي سرق المصل وفجأة بيدخل عليهم واحد اسمه ادواردو لمحل الحلويات اللي هما كانوا فيه وبيقول لهم ادواردو انه هو صاحب مطعم الصلصة والاكل المكسيكي وبيطلب منه يجهزوله 200 كتعة جاتو لانه هيكون عنده حفلة بعد اسبوع وبيعزم جروه لوسي على الحفلة بما انهم بقوا جرانه في المول ولما بيخلص ادواردو كلامه بيلاحظ جروه ان ادواردو عنده شبه كبير بمجرم اسمه الماتشو وبيحكي جروه للوسي ان من 20 سنة كان فيه مجرم خطير جدا اسمه الماتشو واللي كان بيقدر انه يسرق اي حاجة بدون ما يستخدم اي اسلحة ولكن في يوم من الايام نط من الطيارة بسمكة قرش ملغمة بمتفجرات كتير جدا ووقع بيها في البركان اللي انفجر بيه انفجار كبير جدا فبتستغرب لوسي ولما بتسأل جروه عن جسته بيقولها انها اختفت ومحدش قدر يوصلها وبيكون جروه واسق جدا ان ادواردو هو نفسه الماتشو وبيتفق هو ولوسي انهم يقتحموا المطعم بتاعه وبالليل بيروح جروه ولوسي للمولي التجاري علشان يقتحموا المطعم وبيكون معاهم اتنين من المينيونز ومستنينهم بره عند العربية ولما جروه ولوسي بيدخلوا المطعم بيتفجؤوا بوجود فرخة بتبدأ انها تهاجم جروه لكن وقتها بتقدر لوسي انها تجمدها بالسلاح بتاعها وبتدي لجروه ندارة بيقدر ان يشوف بيها المصل اللي بيكون موجود في خزنة سرية ولما بيفتح جروه الخزنة بيكتشف انها مش المصل وانها الخلطة السرية لسلسة وفي الوقت ده بيوصل ادواردو للمطعم ولما بيشوف الفرخة بتاعته متجمدة بيعرف ان في حد موجود في المطعم ولما بيدخل ادواردو للمطبخ بيكون جروه ولوسي قدروا انهم يهربوا من فتحة في السقف وبيتصل جروه بالمينيونز بسرعة علشان يجوا ينقذوهم بالعربية وفي الوقت ده بيكون ادواردو على وشك انه هو يوصل لهم لكن المينيونز بيوصلوا في اخر لحظة وبيخبطوا بالعربية وبياخدوا جروه ولوسي وبيهربوا وفي اليوم اللي بعده بنشوف عربية ايس كريم بتوقف عند بيت جروه فبيروح كل المينيونز علشان يشتروا ايس كريم منهم لكن بيطلع ان ده فخ وبتسحبهم العربية وبتخطفهم كلهم ومن ناحية تانية بنشوف جروه ولوسي وهم بيرقبوا صاحب محل الشعر المستعار بعد ما لقوا ان ادواردو كان مخبف مطعمه خلطة السلسة السرية مش المصل اللي هم بيدوروا عليه وبيتفاجئ جروه لما بيلاقي بناته ايدث واجنس ومارجو جايين علشان يشوفوه هو بينقذ العالم فبيعرفهم جروه على لوسي وبيديهم فلوس وبيطلب منهم يشتروا اللي هم عاوزينه من المول وبيروح جروه هو ولوسي علشان يكملوا مهمتهم وبيلبس جروه حزان بيقدر بي انه يعرف مكان الاشعاع اللي بيخرج من المصل وبيدخل محل الشعر المستعار وبيبدأ يدور على المصل وبتكون لوسي بتتوصل معاه من خلال سماعة صغيرة وبتقوله ان الاشعاع اللي خارج من المصل موجود في المحل ده وقبل ما جروه يوصله بيروح له ايدث واجنس وبيقولونه ان مارجو ثابتهم ومشيت وراحت هي تخرج مع ولد في مطعم فبيتضيق جروه جداً وبيروح لها بسرعة وبيلاقيها قاعدة مع ولده وبيعرف ان الولد ده بيبقى ابن ادوارده اللي بيرحب بجروه جداً وبيطلب منه انه يجي هو والبنات يحضروا الحفلة اللي هيعملها وبعدها بيروح جروه ولوسي يقابلوا مدير المنظمة اللي بيلومهم لانهم ما قدروش يوصلوا للمجرم اللي سرق المصل وانهم كمان كانوا شكين في شخص غلط وساعتها بيرد عليه جروه وبيقوله انه متأكد ان ادوارده هو نفسه الماتشو اللي مات من عشرين سنة لكن مدير المنظمة ما بيصدقهوش لان ما فيش اي دليل يثبت كلامه وساعتها بتقول لوسي لمدير المنظمة انهم قدروا يكتشفوا اثر المصل في محل الشعر المستعار وبيظهر على جروه انه متضايق جداً وبيقولهم انه واثق ان ادوارده هو اللي سرق المصل وبيسيبهم وبيمشي وفي تاني يوم بيروح جروه للمول التجاري علشان يرقب ادوارده لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي ان مدير المنظمة ابض على صاحب محل الشعر المستعار وده بعد ما لقوا عنده المصل اللي كانوا بيدوروا عليه وبيقول مدير المنظمة لجروه انه هما ما بقوش محتاجينه معاهم بعد ما فشل في مهمته الاولى وبيعرفوا ان لوسي هتتنقل لفرع المنظمة اللي في استراليا فبيتدايق جروه جداً لانه كان بدأ يعجب بيها وبتيجي لوسي وبتودعه وبتديله سلاح الرش بتاعها علشان يفضل فاكرها بي وبتسيبه وبتمشي وبنروح بعدها الواحد من المينيونز اللي اتخطفه وبنشوف ان في حد بيحقنهم بالمصل اللي بيحولهم لوحوش خطيرة جداً وبنرجع لجروه اللي بياخد بناته بيروح الحفلة اللي ادوارده عزمه عليها ولما بيوصلوا هناك بيروح جروه يقعد في مكان لوحده وهو حزين لانه مفتقد لوسي وساعتها بيروح له ادوارده وبيحاول يوسيل لكن جروه بيكون لسه شاكك فيه ولما جروه بيبدأ يرائب ادوارده بيلاقيه دخل لمكان سري بينزل به تحت الارض فبيبدأ جروه يعدي من الافخاخ علشان يوصله ومن ناحية تانية بنشوف لوسي وهي ركبة على الطيارة اللي رايحها لاستراليا وبتكون حزينة جداً ومفتقدة جروه لدرجة انها بتشوف ان كل الركاب جروه فبتكرر ترجع له تاني وبتفتح باب الطيارة وبتنط منها علشان تروح له وبنرجع تاني لجروه اللي بيكون وصل اخيراً للمخبأ السري بتاع ادوارده اللي بيقابله بزي الماتشو فبيفرح جروه جداً وبيقوله انه هو كان متأكد انه هو لسه عايش وبيتفاجئ جروه لما بيعرف ان دكتور نيفاريو هو اللي ساعد الماتشو انه يخطف المينيونز وبيروح بعدها الماتشو بيوري لجروه واحد من المينيونز بعد ما تحوله وبقى قوي جداً وغير قابل للتدمير بأي سلاح مهما كان قوي وبيعرفوا كمان انه هو خطف كل المينيونز وحولهم لوحوش وعمل منهم جيش علشان يدمر بيه العالم وبيكمل الماتشو كلامه وبيقول لجروه انه هو معجب جداً بشغله الفترة الاخيرة وخصوصاً سرقته للامر وبيطلب منه ينضم لهم علشان يقدروا مع بعض انهم يسيطروا على العالم فبيقول لجروه انه هيفكر في الموضوع وبيسيبه وبيطلع الحفلة وبياخد البنات وبيركبه العربية علشان يروحوا وده بيخلي الماتشو يبعت واحد من المينيونز المتوحشين وراء جروه علشان يقتله وفي الوقت ده بتوصل لوسي لمكان الحفلة اللي كان فيها جروه وبتقابل الماتشو اللي بيعرف من الفرخة انها كانت مع جروه وانها من منظمة مكافحة الاشرار فبيخطفها وده بيخلي دكتور نيفاريو يكلم جروه علشان يحذروا بيعرفوا ان الماتشو خطف لوسي فبيتدايق جروه جداً وبياخد اتنين من المينيونز علشان يروح ينقذها وفي تاني يوم بيوصل المينيون المتوحش لبيت جروه وبيبدأ إنه يطارد إيدث وأجنس ومارجو لكنهم بيقدروا يهربوا منه وبينزلوا للمعمل السري بتاع جروه وبيظهر إن المينيون المتوحش ده قوي جداً وبيقدر إنه هو يدمر السقف وقبل ما يهاجمهم بيوصل دكتور نيفاريو وبيحقنوا بالترياء اللي بيرجعوا لشكله الطبيعي وبياخد دكتور نيفاريو الترياء وبيدمجوا مع المربى اللي عندهم علشان يرجع كل المينيونز زي مكانه وبنروح بعدها لجروه اللي بيغير لون المينيونز اللي معاه وبيمثل إنه هم أبضوا عليه علشان يقدروا يدخلوا لمقر الماتشو وبينجحوا فعلاً في ده لكن اللون اللي كان على المينيونز ما كانش كفاية وده بيخلي المينيونز المتوحشين يطاردوهم فبيجري جروه والمينيونز اللي معاه وبيحاول يهربوا وبيفضل المينيونز المتوحشين بيتاردوهم في كل مكان ولإن عددهم بيكون كبير جداً بيقدروا إنهم يحصروهم وقبل ما يقتلوهم بيوصل دكتور نيفاريو هو والبناتو معهم المينيونز وبينقذوهم وبيستخدموا رشاشات فيها الترياء وبياخد جروه أسلحة من دكتور نيفاريو وبيبدأ يهاجم المينيونز علشان يرجعهم لطبعتهم تاني وبيساعدوا في ده بناتو إيدث وأجنس ومارجو وبيقدروا إنهم يرجعوا كل المينيونز لشكلهم الطبيعي وبيروح جروه لإلماتشو بيهددوا إنه هيقتلوا لو ما قالوش على مكان لوسي فبيوريلو إلماتشو فيديو اللوسي اللي بتبقى مربوطة في سمكة قرش على صاروخ رايح لنفس البركان اللي إلماتشو زور فيه موتو وقبل ما إلماتشو يدوس على الزرار اللي بيشغل الصاروخ بييجي واحد من المينيونز وبيخطفوا منه لكنه بيقع تاني على الأرض ولما جروه بيروح علشان ينقذ لوسي بيستخدم إلماتشو المصله وبيتحول لوحش عملاق جداً علشان يمنع جروه اللي بيحاول إنه يصيبه بالترياء لكنه بيكون خلص كله فبيستخدم جروه مسدس التجميد وبيجمد إيد إلماتشو لكن كل ده بيكون من غير فايدة لإنه بيقدر يدمر الجليد فبيحاول جروه إنه هو يهرب منه لكن إلماتشو بيقدر إنه يوصله وقبل ما يقتله بيستخدم جروه سلاح الروش بتاع لوسي وبيكهرب إلماتشو بيروح بسرعة علشان ينقذ لوسي لكنه قبل ما ينقذها بتيجي الفرخة وبتدوس على الزرار اللي بيخلي الصاروخ ياخد لوسي وجروه ويطير بعيد وقبل ما الصاروخ يوصل للبركان بيقدر جروه إنه يقطع الحبال اللي مربوطة بيها لوسي وبياخدها وبينطه في المياه وبيوصل الصاروخ للبركان وبيتسبب في انفجار كبير جداً وفي النهاية بيقدر جروه إنه يتخلص من الماتشو وينقذ المينيونز وبيروح جروه يتجاوز لوسي لما فهم إنه مش هيقدر ينساها وبتفرح البنات جداً لأنهم أخيراً هيكون عندهم أم الملخص ده بصوت لم ينجيب وكتبوا منتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام